عنده نطتين مهمين جدا منهم نطتين متعلقين بجمهور الاهل انا عارف ان الناس كتيرة بتحب تعرف التفاصيل اولا تذكر بقرة يمكن الادارة الحمدلله ترحتها باسعار مناسبة جدا في ظل طبعا ان العدد المتاح بقرة 30 الف متفرج وده رقم انا شايفه جيد جدا في ظل سعي الادارة لحضور عدد كبير جدا من الجماهير في المباريات الافريقية وانت كمان داخل على مباريات الدوري الافريق السوبر ليج وهتبقى ملزم بحضور الساعة الكاملة استاد القاهرة ان شاء الله هيا اصدف مباريات الاهل في السوبر ليج الساعة الكاملة تبتكلم في حوالي 60-70 الف متفرج فلما تبدأ مطش سان جورج في الدوري التمهيدي بـ 30 الف ده بيديني مؤشر كويس جدا انه بإذن الله الفترة الجاية هيكون فيه تحرك افضل على المستوى الحضوري الجماهيري في البطولات الافريقية اصعار التذاكر الدرجة التالتة 75 جنيه الدرجة الاولى 150 جنيه المعصورة الامامية 350 جنيه وعايز اقول حاجة يعني ممكن تسعد جماهيري النادي الاهلي سوال في مصر او حتى في المملكة العربية السعودية النهاردة احنا بتكلم 23-9 بعد 72 ساعة بعد 72 ساعة ان شاء الله الفيفا هيعلن عن تذاكر او فتح باب التذاكر الخاصة بطولة كأس العالم للاندية واولى مباراة الاهل يوم 15-12 في مواجهة الفائز ما بين التحاد جد سعودي واوكلاند سيتي ان نيوزلاند وبالتأكيد التحاد جد عنده حظوظ كبيرة انه يتأهل ويبقى منافس الاهلي في مباراة 15-12 يمكن عملت اتصالات مع مسؤولين في اللجنة المنظمة في السعودية والاسعار اللي هتطرح خلال 72 ساعة بخصوص تذاكر كأس العالم للاندية هتبقى اسعار جيدة جدا 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 يعني انا مش مسموح ليا دلوقتي اقول الاسعار حرصا طبعا على المصادر لان قالوا لي ما نتكلمش في اسعار لغاية لما الفيه فيعلن ولكن الاسعار في متناول الجميع في متناول الجميع بحدش بس يقارنها بتذاكر كاس السوبر الافريقي ده كان ماتش والقيمة التسويقية لمباراة السوبر الافريقي يقلب كتير من كاس العالم للاندية ولكن كاس العالم للاندية اعلى تسكرة اعلى تسكرة يعني انا مش هقوله اسعار التذاكر كلها بس اعلى تسكرة اللي هي الدرجة الأولى مش هتعدل 100 ريال أعلى تسكرة مش هتعدل 100 ريال فالأسعار التذاكر هتبقى مناسبة جدا جدا للجماهير المصرية سواء في المملكة العربية السعودية أو حتى جماهير الآل هنا في مصر عشان اللي عايز يشارك واللي عايز يحضر واللي عايز يسافر بإذن الله يحضر مباراة تكاس العالم للآن ده فخلال 72 ساعة الفيفا يعلن وأعلى تسكرة مش هتعدل 100 ريال فالأسعار كلها هتبقى في متناول الجميع ودي يمكن معلومة من أحد المصادر في الاتحاد السعودي وفي اللجنة المنظمة لبطولة كاس العالم للآن ده